موازنة الكويت العام 2022 و2023 توقعات بانخفاض العجز خلال هذه السنة وذلك هناك بعض الدعائم الرئيسية في الموازنة للوصول إلى انخفاض في هذا العجز نتحدث عن أبرز أرقام موازنة الكويت للعام 2022 و2023 توقعات بانخفاض العجز بمنسبته 74 في المئة يصل إلى 3 مليارات و100 مليون دينار كويتي ولكن إجمالي الإرادات المتوقع قد يتجاوز ويصل إلى قرابة 19 مليار دينار الإرادات النفطية شهدت قفزة بأكثر من 83 في المئة خلال هذه الفترة من المتوقع أن تصل إلى 16 مليار و700 مليون دينار كنا شهدنا هذه الارتفاعات جاءت بدعم من ارتفاع أسعار النفط والقفزة التي شهدناها خلال العام الماضي ولتزال معنا الانتعاش على أسعار الطاقة خلال هذه الفترة الإرادات غير النفطية هي الأخرى شهدت انتعاش بتوقعات بارتفاع 15 في المئة خلال ذات الفترة نتحدث عن موازنة 2022-2023 التي ستبدأ من الأول من إبريل 2022 وتنتهي في 31 مارس 2023 كذلك تتضمن إنفاق رأس مالي يبلغ مليارين و900 مليون دينار كويتي أبرز بنود موازنة الكويت نتحدث عن إجمالية المصروفات التي قد تصل إلى أقرابة 22 مليار دينار نسبة المرتبات والدعوم سوف تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه المصروفات تصل إلى أكثر من 74 في المئة أما بالنسبة للمصروفات الرأسمالية كذلك تم تخصيص 13 في المئة والمصروفات الأخرى من نسبته 12 في المئة بالنسبة لإجمالي المصروفات وبالنسبة لوزارة المالية الكويتية قامت بوضع سقف للميزانية التي تتجاوز 22 مليار دينار كويتي مع محافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني المحلي في الكويت أن وقفنا بالنسبة لسعر التعادل للنفط في موازنة هذا العام 2022-2023 سعر تقدير البرميل على أساس سنوي 65 دولار للبرميل كمعدل للسنة ولكن فيما يخص سعر التعادل وضعته في هذه الموازنة عند 75 دولار للبرميل كنا شاهدنا بعض تصريحات وزير المالية الكويت الذي قال بأن الميزانية استجابت لتوجيهات مجلس الوزراء بتخفيض الإنفاق خلال هذه الفترة وحافظت على نسبة صحية الإنفاق الرأسمالي لدعم الاقتصاد المحلي الاقتصادي الخاص بدولة الكويت إذن توقعات بانخفاض العجز خلال موازنة العام 2022-2023 في الكويت